من جانبها أكدت دكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية في مجمع السلمانية الطبية أكدت أن مملكة البحرين تمضي بثبات لتحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى المناعة المجتمعية داعية في الوقت ذاته أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم لتلقي التطعيم المضاد للفيروس تم الإعلان عن تخطي مملكة البحرين لحاجز المليون جرعة أولى فمنذ ديسمبر 2020 بدأنا بالتطعيمات إلى إبريل 2021 تم تطعيم نصف مليون مواطن ومقيم بالجرعة الأولى ومع زيادة وتيرة التطعيم منذ إبريل الماضي إلى يونيو في غضون شهرين فقط وصلنا لمليون جرعة أولى فنحن الحمد لله نسير بثبات متجهين بإذن الله إلى تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى المناعة المجتمعية ولكن نطلب من الجميع التعاون مع الجهود الوطنية من خلال التسجيل إلى التطعيم أو الجرعة المنشطة التي أعلن عنها الآخ المقدم طبيب مناف القحطاني حيث إلى الآن حوالي 19% من المؤهلين للتطعيم من السكان في مملكة البحرين لم يقوموا بالتسجيل لأخذ التطعيم النقطة الثانية التي أتكلم عنها اليوم هي التطعيم في الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة هذه الفئة العمرية تمثل نسبة كبيرة من المجتمع وهذه الفئة من الفئات الحاضنة للفيروس ويكون موجود عندها إلى مدة أطول وهم قد يتسببون في نقل هذا الفيروس إلى الموجودين معهم في المنزل من الآباء وكبار السن فتطعيمهم طبعا جدا جدا مهم ومتوافر هذا التطعيم الموجود الذي أثبتت الدراسات فعالية في هذه الفئة جدا جدا مهم ترجمة نانسي قنقر